من انقرة دعا رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل تركيا الى ضرورة التزامها بمعايير حقوق الانسان واحترام الحريات في التعامل مع الرأي المعارض محمود واثق تحت عنوان صفحة جديدة في علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي لقاء جمع بين الرئيس التركي اردوغان ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية في الاتحاد صفحة ارادها الاوروبيون ان تكون بدايتها التزام تركيا بقضايا حقوق الانسان واحترام الرأي والحريات التي تعد مصدر قلق لدى الاتحاد في لقائنا البناء مع الرئيس اردوغان اعربنا عن قلقنا عن اوضاع حقوق الانسان والحريات في تركيا كما اوضحنا قلق الاتحاد الاوروبي من انسحاب انقرة من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة تحدثنا حول اوضاع اللاجئين في تركيا واكدنا ضرورة التزام تركيا بالمعاهدة المتعلقة بتنظيم شؤون اللاجئين كما ان الاتحاد سيلتزم بتعاهداته واوضحنا وبشكل صريح ان تركيا بعثت رسالة خاطئة بسبب خروجها من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة مؤتمر صحفي غاب عنه المسؤولون الاتراك في رسالة توحي بوجود خلافات حادة بين الطرفين في العديد من القضايا لعل ابرزها رؤية الطرفين وتفسيرهم المختلف لقضايا حقوق الانسان والحريات زيارة المسؤولين الاوروبيين يبدو انها كانت لمناقشة قضايا حقوق الانسان وكأنهم ارادوا اعطاء الدرس في هذا المجال تركيا موقفها واضح فهي تحترم حقوق الانسان لكنها لم ترضخ لأي ضغوط خارجية فيما يتعلق بشؤونها الداخلية مساعي انقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي واستمرار اعتقال السياسي الكردي ديميرتاش قضية خلافية اخرى طالب المسؤول الاوروبي باحترام قرارات المحكمة الاوروبية المتعلقة بهذا الملف في ظل الحديث عن شراكة جديدة بين الجانبين تطفو على السطح قضايا خلافية تتعلق بحقوق الانسان والحريات في تركيا قد تعيق التقارب التركية الاوروبية وفق ما يرى مراقبون محمود واسق اسطنبول الميادين الى العنوي